كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار الماضي ساعتين مع إيمان المداحي لطفي العماري وإبراهيم الوسلاتي على راديو ماد ميدي ماد الخبر الصحيح والكلمة حرة أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع ساعتنا الثانية متوصلة معكم حتى الماضي ساعتين نستقبلوا فيها التوتسوي ضيفنا في الانتربيو الانتربيو رجل الخبر رسي لطفي العماري هي علمت واس غريبة أختنا وبنتنا وضيفتنا ديما أنا قلت لك لك أنت أنا حبيت منلوه البناتنا دقل قبل ما يخرج يكثر الخطة ميلوني طلقت يا سيبراهيم ميلوني سيبراهيم رئيسة حكومة عارضي يا فرصة دي جيس يا ولتي ليش أنا تنمر دايش شلو ما يا فرصة خطرها مرأة قوية شفتك التخلفوا متاع كله خطر الراجل المرأة اللي تبدأ ويقفة عند روحها والدور من بلد جبدي فرص مسايد كما الراجل يقول لك حسان مسايد لا لا مش بايها كلمة الحسان على الراجل سمحني سمريك توريك كيف توريك توريك شو بيك توريك نحكو على المرأة مسكينة معناها والد ما نحنا نقوله لها حيش الشي على رأس ولية هذي المرأة وأتعس وتعسينة من اللي مشدت وجدت على تونس وقيلة ديك عركتها مع الراجل ولا قلها هيناية تونس قاتلوا تونس بالحق بالحق ولا بالحق غابت الستاتيو معناها بالحق وتشكر في زوجها وأبو بنتها اسمها جنيف بنت هذو مع الراجل عمل المشكلة زيتها معروف رجلها فاما مشكلة فاما مشكلة صارت مع راجلها ويبدو أنه افتمت مقاذته فك عليش قد تكون هيذي من الأسباب ثم إنها هنا مرأة تخدم على روحها تصول وجور من بلاسة لبلاسة هذيك يلي غاية ذيك هذيك يلي هذيك يليك قلة فرص هاي سيلوت فيار يعطيتك هاي يعطيت معلوم هلتو هسا باش يعرفوا معناها صديقتنا ميلوني معناها ولت امرأة قرر معناها وكلتو سي ربما يحب يعمل وراق ويلقى حظ وعليش لا احنا مذهبينا مع ميلوني تو هاي شبهي هذي صديق صدار كبير أستاذ محمود مرحبا شكرا على قبل الدعوة بربي توقع صيفة جديدة أول مرة جينا بها أو كذلك أمين عام حزب مسار 25 جويل ما عادش حراك ولا مسار ما عادش نطق رسمي ولت من عام عليه شوني صايا نعم ما صار شي هو تطور طبيعي وعادي يعني نحنا من الأول بدنا كحراك يعني في إطار المرحلة الانتقالية اللي عاشتها تونس يعني كنا مناش من نظمين مناش مهيكلين خرجنا في بيلك يعني من حراك وقتها عنا أكثر من سنة وصلنا المشروع على أساس مشروع مسار 25 جويلة اللي أنت دي تعرف نحنا مشروع ما نظموش القانون صحيح سيك تريد القانون لكن القانون عندك يا حزبية جمعية هيك المنطق شيخول عندنا رتقينا في مرحلة معينة نتقدموا باعتبار كبر المشروع وحبت يعني نياس تدخل معنا عنا هيكل نقابي جمعية خلنا نكبروا وناخدوا ونعملوا عندكم هيكل نقابي تتحق بنا هيكل نقابي مساند المسار أرجو نحكي لك عليه هذا هو ودينا نصبينا وراكنا عملنا مع قانون أساسي والجمعية رياضية رياضية ترجيم بعد ومحضر استئسيسية والمعاينة تريد قعد المنفذ والإيديا في رئيس الحكومة وقضت الإجار القانونية ونحن يعني معناها ولدوا حزب أكيد حزب حزب مسار قد رجويلة وأعلن عليه البارح فينا دواء الصحفية هذا هو يعني لي ملاي ما كنتو ضد الأحزاب نحنا ضد الأحزاب ضد الأحزاب ضد الأحزاب اللي ممولة يعني بالتمويلات أجنبية مش بوها لا 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 نحكي عن حزب كهيك لا يا هو اسمعني العمل السياسي في وقت معين يزمك باش أنك تتنظل أنا عبد كرهة الحزاب صحيحة ليش نحن نقول حزب لأن كرهة الحزاب بالملعب الانتهازية اللي كانت متسمي عليها مخاطر اليوم ربما اسمكم مستوحينوا من مسار خمسة وعشرين جويلة وخمسة وعشرين جويلة ولي عملوا رئيسة الجمهورية في خمسة وعشرين جويلة رئيس الجمهورية اللي يعتبروا معنى أنتم تدعموا في مسار شخص يعتبر بأنه عهد ووقت وزمن الأحزاب ولا وانتهى هذا أكيد أنا معاك فيه لكن إيطار القانون يفرض عليك أنك تكون حزب لو الحزب جميع تنتهي الأحزاب هو رئيس جمهورية في حد ذاته عمره مخرج قال أنا بشنلغي الأحزاب لو بشنلغي الأحزاب بشنلغي الأحزاب بشنلغي الأحزاب بشنلغي الأحزاب عندك حركتش عمي حزب هاي موجودة هو على نقادش عنده 14 نائب ولا 10 يعني موجود كحزب المسار هو بعد خمسة جويلة تكونوا ثلاثة حزب وانهم حزب بتاع الفرحان في بالي والخب ثاني وثم حزب أخر لكن مسين دي المسار على 100% نحن الحزب اللي مسين المسار ومواصر يعني المسار مسير د المسار على 100% بلاش نقدم حموز ليه ما يعنيها ممن بعقلية المسار وانتقال الديموقراطيين سار في تونس لكن احنا انتي تعرف اكثر ناسا قدنا حتى رئيس الجمهورية نحن ننقدوا تليس من ننقد ملاش نطبلوا نحنا لكن مقتدلي طم اجراءات يعني عم نفهم رئيس الجمهورية واوفوا بيعودوا كش سواة في الخارطة السياسية من انتخابات ودستور واستفتاء وغرفة تشريعية أولى ثم طوانا داخلين فئة المشاركة فئة الغرفة التشريعية الثانية الغرفة باهم قد عنتكم فالتشريعية الغرفة التشريعية نحن مش نشاركوا لا 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 مش المجلس الأقليمجيات ما زال اذاك في البرلمين قد عنتكم نحن عمنا خمسة وثلاثين نايم خمسة وثلاثين نايم موزعين موزعين ثم دخلوا للكتلة مع سيبراهيم بودربارك كتلة تنتصر الشعب ودخلوا كتلة العمل والأمنة ثم اللي ارتقاه وقالك نحن مسان دين مسار ومعاكم ودخلنا معاكم لكو نحن مستقلين اما رأنا احلى ايه اما وقتها كان مفهوم ربما لكن اليوم ما لكل روحة الكتلة وكل ما شيرا هي بدأت بشتلحها اليوم وليتوا حزب برا اليوم وليتوا حزب قائم الذات علش متونيش كتلتكم واضح ايه ليا لكن تعرف لانا لكي مش تولي كتلتكم واضحة بشي ولي يزم يخرجوا من الكتلة وانتي تعرف سياحة الحزبية ممنوعة يعني بشي اخرش بشي فقد سيفتم الكتلة ديكة ما عايش عادوا الحق يتحق بكتلة اخرى بش نعرف وزن الحزب السياسي هك بش تعرف هو لا لا بش نعرف لا لا حتى المنطقة حتى الغرفة الأولى مهمة ومهمة جدا ايه علش متخرجوش قائمة في النواب اللي هو لي ما ليه لي ما ليه مبين مش هلين حزبي يعني يعني يقول هام النواب بتاع ونحنا دي جاء في اللدوات الصحفية المقبلة خط برح ويتات عندهم ليجين يعني يعني تعرف عدد الميزانية وقعدين وزعين بتاع الوزارات يعني حبوا بشي حضروا معنا لكن بتعرفهم عندهم بريزانس ويزنون يكونوا حاضرين خطر وظيفة معايش كما اقبل يعني تغيب على البرلمان على كيف وكنت مشاركيف منظمة لامور لما ليه فانا دوات الصحفية جاي يجيوا معنا النواب ونسميوهم ونوريهم للعبيد هذا هو لكن حتى نحن رأنا توحى حتى في الغرفة الثانية بشي نشير كرة والغرفة مجلس وطني الجهات والاقليم عبرها لانتي خبت بشير محليا بعد عندكم مرشحي في كل الدوائر في قدش من دير أبراهي الفين ماتين ونتسان هم عنا شي كل دوائر حاليا باعتبار نحن مكاتبنا الجهوية جوا معنا للحزب لتحقوا الحزب يعني يشرفوا على الجهوية لكن جمعية متاع يعني دعم رجل الاعمال يعني في التونس مش هم تجاغضوا عند المؤتمر شونه دعم رجل الاعمال يعني رول متاعها تلم رجل تونسيين نوريبيين في المهدية. بيبدأهم اليوم. عمود ثلاثين. نحن احنا ممكن مش نتحقوبين. اه دوك بيش يقع جمع. ما عاش الحزب برك. بزي. عندك نقابة موسيان ده. شو كوني نقاب? الاتحاد النقابي العمية التونسيين هي نقابة كينتر ذيها بش نعرفك به. نقابة موجودة ومرخص لهم من 2016. ما لقاتش الدعم تاع السلطة بل العكس يعني اتقاط كانت نقابة عمية مضروبة في الفريود متاع النهضة. مؤسسها يعني رجل معروف نقابة كبير هو سيد عبد عزيز زويري. هو رجل يعني عمره ثمين سيبز. احتفل بثمانيته. يعني من مؤسسين ويعرفوا واحدة جمعات حدامت شغل. هو هيك نقابة قلق انا. اه يقع دخل دي ماء جديدة عبر مع ما ان احنا دخلوا ناس من المعثار يعني دي سمباتيزو معنا. دخلوا للمكتب التنفيذي. وقع تنقيح ووفق القانون نقابات انك تعلم. الولاية 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 تونس كده. وصار التنقيح. واخذيت مقرة متاحة. يعني جدد مقرة متاحة يعني في شرح ببرقيبة. وهي تنشط النقابة هذية. البيانة حبت يعني ايضا عن راية موجودة في الساحة وراية غضوة الحي. عندها برامج ومش تطالب الدولة بش تطالب استحكومة. انها هي هيك التنفيذي موازي للاتحاد عن الشغل. هي غضوة الحي. انا احب مقرات. احب مخرطين. احب دعم الدولة. تعملهم هي. دولة بش. كما الاتحاد عمتوا شغل عند ربعين مقرة. اي شو. مقر باخذهم الدولة. اي شو بتاعو. او بتاعو فرط فيهم وبيعهم. او شو عندك ملكار وغيرو كلها. الامية كلها تبيعت. وتيلة ملكار تبيع. شنو مقرة الاتحاد تابعة للدولة. او اي بان سير. ما يبقى تطول عند الدولة. اي شو. وهو هي هيدا نفس المنطقة نحن. شنو معناه اي شو طالبوا الدولة تعتقوا مقرات كما الاتحاد. اكيد. الفي تنا Currently م معينقرات م بدأ المساواة اي ام الاتحاد اليوم هو الطرف اكسرة في لان. احنا. على دور هذا النقاب الاتحاد شفناه في الرغم بعد على العمل نقابي ونيعل في سياسة. نحنا نفصله لو حتى في البسار من الحزب النقابة ايش الجماعة يكلوها هتعندو قرول امتاعو. احنا هذي هيك النقابي قالك انا موجود في الساحة. حب المارس والدولة تتعامل معايا. بنفس المساوات. مش كيف عالتي حادة حتى مع اتحادهم من تونس بتاع اسمه ساحبين. يعني قد كانت ما طفينيش كما كانت اقبل نوعا ما السلطة والدولة. السلطة تحكي مع الترف الاكثر تنفيلي. وهو كذلك. لما لا احنا كي تقول لعدك تعدد ايه انتي مش قاعدك ادخل هنا بش نعمل النقاب. انتي نقابها موجودة اعمل هاش لحنا يا سيلوت. ليه مش نحكي عليك انتي صديقي نحكي علي عمل النقاب. خاتل هنا تأول ابراهيم من نجم ونقوم من هنا ونقول بش نعمل نقاب. نقابة. نقابة رايجي كمطلب قاعدين. واوا كذلك. تبدأ عندك الفين ثلاثة الاف سبعتاش سنديكين في الاتحاد. موجودين. ما هون مش راضين على الاتحاد. يجي عندك العدد ذاية. السلطة بالسيفة عليها تولي تحكي معاك. لانه تولي عندك القدرة بش توقف انتي النشاط في الموسيق. اكيد. كما مثلا مع مجموعة حبيب جيزة. فهمتني عنده حضور كبير. هذا موجود سيارتش مش مش موجود. هذا موجود عند النقابة دي. عندها يعني هي كلها الجهوية. وعندها مخارطيها. مش توسع هي تول خدمة. ولناس اللي مش راضين كما قلت تعمل بتاع الاتحاد. ثم مطال بتاع الاتحاد. قد ما بتاع عنده مجرائية بتاع التخل لي يعاملهم يعني من النقابة دي. كمش جميعي بعد ستة اشهر. نحن القانون يفرض علينا الحزب والنظام الداخل والنظام طالح حزاب المتقع في نوحده. المرسوم. يقول لك عندك الحق في في ظرف سنية طاعة مؤتمر. ويمكن يعني بتاع ستة اشهر يعني الماكس. اي انتو. في ظرف عام ونص. لان احنا ما زلنا عادة. ما زلنا طاول انتلاقها الاولى. عادينا نخمو خنكملو ساعة لدي طاوة. جدا انتخابات. ما تنجبش دخل في انتخابات متاع على اقل نعديو. لانتخابات متاع. بلد المحلية. وبعد هارجيوين بعض الاقليم. يعني هي. شد لك اك اه. بادر رئاسية. وهي سبب رئاسية. احنا كجير رئاسية. اي سبب رئاسية. اي سبب رئاسية. ما زيت متحدش ده تمتيح. اربع عشرين اكتوبر اربع عشرين. ممكن يقع تأخيرها. ما نعرشك كمان. نسئل فيك. لا يقراتك سياسية من اليوم. بيانتوما كحزب سياسي اليوم انتوما معا ان يقع المحافظة على موعد اكتوبر الربع عشرين. موعد انتخابت للأسير. اه لاني الموضوع فيه اخذ ورد. يعني. احنا ادي كامش تحكي لفين وربع عشرين. ادي يعني امتداد دي دستور الفين وربعتاش. الربعتاش يقول لك تسعتاش تعتاش عربع عشرين. اه? نحنا تعمل دستور جديد في الفين عشرين. لاني القرار يعني يرجع لليزي ولا لرئيس الجمهورية. دي كان لزي قالت جمانتشي عربع عشرين. ايه. 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 هي جهاز تنفيذي مش هي اللي يتقرر يعني التوريخ ولا تقرر الانتخابات. هي نجاها الانتخابات وهي تخدمها. ايه. دو مثلو طرف سياسي. نحن كطرف سياسي. نحن كطرف سياسي. نعتبرو. كونو مزي البكري شوية انتخابت رئيسي. هذا راينا. نحن باعتبار رئيس المسار عنده يعني مسار يكمل فيه. امم في ثرواتي حاسبي. امم في ثروات. نحن دي ما طالبنا نحن. شلوه مثلا. ما طالبنا نحن الحزب بداية بش نعرفك بيه. ايه. موش كلا حزيب الأخرى. يعني جانب السياسي نحن نحبه طبقة سياسية نتوفيها جانبنا الوطنية. انها تكون بعقلية جديدة نحبه. نحن باكسية ثمانية بالمائة على الاقتصاد. نحبه تنقيح مجالك استثمار. الغاء البيروقراطية ليدارية. القوانية البالية. العيلات العربية العيلة اللي شادينا رخص في تونس تولي كيتشارج. يعني. وتأميم الثروات شنو هدا? استرجاع. ثروات نحن استقللنا في خمسة وعشرين جويلة في نوع عشرين عنا را. نكونيش مستقللين عنا را. مستقلل شكلا. شوفت حصير في افريقيا انتي. ودي حكيت وانا قبل. هو تقرصم التوندانس جديدة. ما نتعتبروا بانو التاريخ الحقيقي الاستقلال هو خمسة وعشرين جويلة وعشرين. واهو كذلك. شو عنيفين مؤمس غلت دولة تونسية. ما تنجي مش دولة تستغل النفط. وهو كذلك. تتغير المستثمانين يتغيروا مسيليش. خيرنا. يتغير انتي العقود. ما عدا قديش راورو خص وعقود التلقيب على النفط ويقفره. هي دولة ما عنديش. اهلا تصلت بنا شركة سويسرية مؤخرا عطي خرجها الاعمال. ثم ابيل دوفر تتحل طول الفنترواة ولا فاندكات. ثم حق النوارة. ثم واحد اخر بجنبو اللي خرجت. تتخلي كل مقارن. وليس تصلوا بكم انتم. هم باعتقادة. انا احنا شايفو استطويمتها. انا اتخاونا احنا مركزين يسر على التاقة والتاقة البديلة واليدروجين. وا 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 وا. وعنا نحق الاخر في جانفي. هم نجيبونا وليل معلومة ما نعرفو ايش. نحن وطاق. فينا سيحة يتحلهم عندهم كي يتشارجوا. في الانترنت يتحل. يعني ونحنا بتاعتنا قولنا نعملوا رجال العمال والمستثمرين ونحلو الافاق للناس. المنطقة مش مفروض انه شركة اجنبية تتصل بوزارة الطاقة. نحن عندها الممثل بتاعتها تونسي. انتم تتصل بكم زيتو موليتوش حتى حزب. ممثل تونسي. ممثل تونسي معانا في الجمعية. ايو لو. ايو نمون هي برجال العمال. شو مشكا هو تونس معانا يقود معانا. قال ها ورا وثم هكا هو هكا يقول له. نحنا بتبعتنا كي يجينا. نحن بشعطوق. رجال العمالة هم مش مولن حزب تافه. هم مش مولن حسنا. كش نرروا عنا شركة السويسرية تستطمر في تونس. هي هذا هو. ليه ماكش فاهمني. هو عطيبك مثال انت على الشركة مش تقدم. ما قلت لك ستنا ماشي للشركة دي. هي قلت التاميم سايم. ايه هده هو الدولة تأمم وهي تجيب دوسو تريتون. تونس او لا تجيب وقتها دوسو تريتون مرع عالم اخر. مش زينة من الحلفاء التقليدي. ما هو العقود. العقود. العقود كي تتبدل اي سيلوتفي. تتبدل برشا شروط لانه حتى التجديد من العقود لسعاد. كلها صفاقات مشبوهة. وكلها ديمة الدولة التونسية هي طرف ضعيف. وهي مش قاعدة تدخل. في الفالور ريالي لازم اتدخل. وهي طرف ضعيف. مع ذلك خرجت من عنا كبرى الشركات النفطية العالمية. واكشفت او الابار بتاعنا. معنا هم بتطالع فيها العنكبوت. هذا هو نحنا ما نحب. كي انت بش زيد في الشروط بش ديك. ماناش بزيده في الشروط. نحنا نحنا نحن نحكو على نظام حبيات العراق كنظام ثوري. يعني الانظمة الثورية اللي جي عادة ان بعد حركات تحر هي اللي تعتمد نظام المصادرة وتأميم الثروات. لان الثروات في فترة استعمارية كانت من مستغلة ومنهوبة من طرف المستعمر. صار هذا في الجزائر لكن صار خاصة في مصر. وشفنا حتى في ليبيا بعد وصول القدافي الى السلطة. طيب يا سيد. مسار تأميم الاراضي في رحل. وقلنا ايه. تونس اليوم عاد سيد الرئيس تحب تمشي في المسار الثوري. ايه. لو انها الحكاية دي انتع تأميم الثروات في تونس. هان اكدك شفتك مثلا شركة الملح. اللي تقريب المؤسسات الوحيدة اللي مقاتمة تونسية استغلوا فيها شركات فرانساوي. كان جاءت هذه شركة تونسية في الفين وحداش. رانا هجمنا عليها. رانا زدنا دخلنا فيها ثلاثة الاف خدام. وصورا نخدمنا فيها عشرة تعبستنا. وتوراي شركة فالس. ما تراجح انه اذا نظام يحب يكون فعلا ثوري ووطني. يلغي الديون الخارجية اللي خذاتها تونس. يقول وانا ما رجعلك الديون امتهاك. لما ترجع لي فلوسي اللي محط المنهوبة ومحطوطة في البنوك امتهاك. وترفضوا باش ترجعها. هاو اخوي الشعار الثوري ترفعوا الدولة التونسية. طيو يصفق لكم الشعب التونسي الى ثم فعلا جرأة ومعنى ثوري في الخطاب. اما نجي نجي شركات فاسل امامها يعني كاني اطلقت الاساس على جثة. لا 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 انت رح يختلف لك شوية. طيو بالنسبة لحكاية كونا طالبين بفلو بثروتنا منهوبة البرة. انا ما ظن الدولة التونسية طالبتنا اكثر مناسبة لكن نعرفوا المنظومة اللي كانت تحكم كانت متواتية باش انها تضيع حتى الاجيال على الدولة التونسية وهذا تصريحات تعالى جانب سويسر. فوتوا علينا الاجيال. سهل ياسع. قلوا تاوه مرش. طاوه بش المرش هذا ما ندفعش كل طالب ثوري انا معاك فيه. اثنين تقول لي تأميم الثروت كان اخذينا شركة ملح فين واحدية شرية. نمشي معاك. لانو الموضومة اللي كانت تحكم. دخلوا العبيد بش هيد المدلسة. غرقوا لدارة باش ما تعفوه تشريع العام. هاو تاوه بشيسير. هاو تاوه سار. ديت الامتلاق اذية. في اه يعني بتصحيح المسار عن طريق يعني يعني اه رفع اللبسة وهتثبت من الاصحاب شهائد هذو ما المدلسة. لما يبدو يعني بالالاف غرقوا لدارة. على حساب يعني الناس اللي ما يخدش هيدها يعني بذراحة وما يخدش هيدها وكان من اوه 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 اينا تخدم وتكون بتحرق شونا بتخرش البره وعنش تونسي الشاب التونسي خم بشو معلش الاجراء دي مراجعة الشهادات مش ملش ما بعد خمسة وعشرين جويلة. هو روما هو المرسول يقول من الفين وحدية شي قول لك. هي معلش ما قال يقف في خمسة وعشرين جويل. بعد خمسة وعشرين جويل يا ولينا دولة الملاكة. الانتي دي في الوظيفة العمومية انا ما اظن يعني 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 ما اظن يعني ما مثلش حتى واحد او ثنين بالمئة. معلش تم انتي ديب كان في سلكي الامن. ما اظن مش حاجة كبيرة. بورلو برنسيب. مش ما نجيش من بعد قي سعيد. رأيي ساخر ويقول راجع انتي دابات اللي صارت في عهد الرئيس ولي كاشفها كل المحابات والولاد. معاك في المنطقة ذي. لو كان يثبت طمانتي دابات قامت. نحنا كيفاش بديت طلبات المتاعات. مرجعت الاندابات. انه التضح فيما بعد خرجت اخبار كونه دخلوا بالمئات وبالالاف يعني بشهاد مزورة. لكن اذا كان بعد في التضح هو شو مشكلة? هو قانون ويتنقح. مرشوم ويتنقح. كان زادة تخرج معلومات كونه ثمانية ازدخلت بعد خمسة وعشرين جويلة. بشهاد مدلسة. ولا بمستوى علمي يعني ميخولهم مش شدوا البلايسة ذوك. لما ليه? هو قانون يتنقح. ويقع على توسيعة يعني اللي جراءة ذا يعني نسي محمول. ناس كل سواسية تحت القانون. ولا يعني 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 افوق القانون. الرئيس. من اللول وقت اللي يتحدث تحدث على انتدابات الى غاية خمسة وعشرين جويلة الفين وثلاثة وعشرين. ولكن وقت اللي خرج الامر تحدث على اربعة وعشرين جويلة الفين وواحدة وعشرين فقط. يعني نحب نرجع معك للحديث على تأميم الثروات. احنا منذ الفين وحدة شو احنا نبث الوهم عند التونسة. وكأنه عنا احنا ثروات نفطية وغازية لا طائلة لها. وقاعدة تستغل من من طرف اطراف اجنبية. بتوجهوا اللي حكمه في العشرية دي كان احنا ملاؤن احنا ملاؤناش الوهم للعبادنا. خليني خليني خليني. احنا كيفش تقولوا معلومة انا بش نعملو بش نفعلو. اي. المرة دي ملاش بشنا نبثوا المعلومات. وكأن احنا ثروات النفطية الموجودة عند الجرتين. وقاعدة. اي ما هي ثروات توسل تونس نجزي. مفركشنتي الجاز والبترو. توسل تونس ينجز متزير وانا متزير نجز مع تونس يعني دي ما خلوش عليها والحال انو الجاز حتى. خليني خليني. هذيك الجغرافي ايش عطات. هذيك الجغرافي ايش عطات. مع الاسف فهمت الجغرافي ايش عطات. ينجز عليه نحنا ويبشي يمشي. معنا ده الهنا قاعدين نزرعوا في الوهم عند التونسة وغدوا الحي بيش نصبهم من اغنى البلدان في العالم. نحكيوا ميادة ثروات نحكيوا عليه. ميادة. تحكينا عن ملح. فهمتني. ونحكيو على النفط ونحكيو على الغاز. فهمتني. ما فما تم رفع في وقتا ما وينو البيترول وينو الملح وينو كذا وينو كذا. هذي النقطة اللولة. النقطة الثانية اللي نتحدث فيها. نحن لو تاقل هيدروجين نحبه تونس يعني تكون يعني اكبر يعني مصدر للتاقة البديلة الانرجي يعني يعني اللي نجم ينور تونس ويتصدر حتى اللي. هذي هذي مشتروع هذي مشتروع. مشتروع 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 بلاد هذي. للحديث بقية بعض الفصل الشيء. اشتركوا في القناة جمعة من نص نهار الماضي ساعتين مع ايمان المداحي لطفي العماري وابراهيم الوسلاتي على راديو ماد ميدي ماد الاخبار الصحيح والكلمة حرة. اهلا وسهلا ومحبا بكل ما اللي يتحق بنا في الاستماح وانا مازال متواصل مع لو سيد مبروك محمود بن مبروكي من عام حزب مسار 25 جولي. مازالت عندك متعقب؟ لا هذا ما بش نرجع عن هذيك الملاحظة ما بش نرجع توا انتم كنتوا مجموعة مع بعضكم. وتوا يبدو ان المجموعة هذية العقد انفرط. يعنو سي عبدال رزاق الخلولي كان في وقت ما هو رئيس المكتب السياسي وانتو كنت ناتق الرسم. توا يبدو انا سي عبدالرزاق الخلولي ما عادش معاكم. بالتالي ننتظر وزادة انشققات اخرى داخل المسار توا المسار دونك هو دونك انشق توا في ثلاثة دونك مش يولي ربما مسار اخر اربعة. ليه هو في حقيقة الامر الكتلة يعني الماس الكبيرة متاع ابناء مسار خمسة جويلة انخرطوا في الحزب. لكن يعني نحن الحزب والمسار في حد ذاته ما يقفش على شخص صرا. هو رئيس الجمهورية فرد معنا في المسار. وعارف اللي يجيين هارب باش المسار متواصل. يعني حاجة عادية هذية في الاحزاب ولا في الجمعية. هذية نحنا نمشيهم مع الرأي نحنا حزب ديموقراطي. مشينا مع قرار المجموعة. مش قرار المحمود بالمبروك. خاطروا يحب شدنا من عام. ليه? هنا حتى لي معنا العامة. ما طلبت هيش. تفرضت علي. شنو معناها تفرضت عليها? ليه. اللي معنا. هم اللي قال ليه? نحنا نمشيهم حتى بالتصويت نمشيهم للمحمود بالمبروك يكون من عام. نوع من المناجدة. نوع من المناجدة. وهو كذلك. مشينا بالمور ديموقراطية ممشيناش بمور يعني انا خاط نمشي نصب وراخ نعمل حزب واحتي. ليه ليه? كنا داري عملت ثلاثة سنين وعمع سنين التالي. عملناك بحض طلب يعني. وقل لك حتى ما حاجة اخرى مم ياسر. يزمي يقول هنا الاعلام. هراء واينا يكلمش اللي بلاتو سيتو اترانجي. قول لي انتي يا اخويا ما سأر. تعان في ندواتك. تحكي تدكلاري. ومعندكش ترخيش ما تقلقك حد. تتصرف نورمال. لو لازي املولك اخويا في الندوات متاعك. وناس عندها الحزيب. والله يمنعوهم بشي عملوا ممسيرة في شرح بورقيبة. كيفيش? لو انتم عدينا ريوسكم ريشها. يا اخويا وتون اخذ هنا ترخيص تاني حزبة ذي. ونسكر الموضوع ذي على روح. ونفا برتوت. صح واللي? هوني نخدم تحت اطار القانون. جيمني في اللي يحب ولي ما يحبش الحزيب. ما يحبش الحزيب. على الفكرة القديمة متاع الحزيب. اللي خاطرها هون معطاو ايماش خايبة. كيفش تعطيتي ايماش باي يا غدون. هاي. الرعبير بشترجع عندها ثيقة في الاحزاب. وتحذيك هو المجال بتعمل مرسط حد سيسيه مع القانون. مرسوم لحك يعني سيلوت في. ما خلالكش حاجة اخرى بين الحزب والجمعية. يا الحزب واكرا. يا حزب يا جمعية. حتى تسوب ريس لحكومة تقول لك اخويا شنو ما انت اجه معامي وجيت تخلوا ولا ده التعقيب وجيت خلوا تجيب لي ورقة تحت حيت. ايه. تسكوا وتحبت انت عمد لها شهارة. هاك مشروع. مشروع شنو ما يقول لك. تماش مشروع سياسي. حزب ولا اخويا براه يمشي. تصرر. ولا مره مجتمع مدينة اروحك اخويا. اه. معقوب. ما حسرونا. انا الهنية. دونك. عمانا خطوة جريئة. وخطوة يعني كاول حزب نعتبروه يعني من مسار خمسة رجلية. شنو يا حلقتك ببقية الاحزاب كما حركة تونس للامام وحركة الشعب الاحزان بني تساند اليوم مسار خمسة وعشرين شنو. الله يقرر شعبي. معناش اشكال معهم. نحنا كل من يساند. لا تنسيق. مش بضرورة. مش يسير هو الحزب ينخذ يعني تأشيرته القانونية ودينته. طوب شوال لي تنسيق مع الناس لمساند المسار. باعتبار انت قدوة عندك مشهد في الغرفة الثانية البرلمانية. عندك تمثيلية حتى في الجهات نجر ما تكونش انت يكون اذاك باعتباره مساند المسار. لانو المسار هو كلمة كبيرة تشمل حتى لا اي حزب يكون يعني ماشي معاك في نفس الخط السياسي تجرب تتعامل معاه. لماذا لا يقع التنسيق بيجروا على القل الغرفة الثانية دي. تكون الكتلة اوضح وتكون الناس اوضح وتكون الخدمة يعني متناسخة بتكونش هتا جذو بيت الموجود يعني في بعض المجلس المنتخب. هذا هو. لماذا مش تكون حزب المسار هك? ايو هو كذلك. وليك فم حزب اسمه المسار. الاخر اسمه حزب المسار الاجتماعي والاقتصادي. هكي تدخل الانترنت. ومشي نحط الاجتماعي الاقتصادي. اي اجتماعي الاقتصادي. كما قبلة ما حزبي فيق حزبي فيق جمهوري. وخطر دائما ناخدوك الديميونيتي. دائما ناخدوك. خلق دقيقة. كما اتحاد شغر ما نقولوش الاتحاد عمتم سير شغر. لا يا ما راح نحكيك على وراك نوع. وعال بريفياسيون باش انتي بتقعوش شغور كلمة طويلة. اديك موضوع اخر. ما نعراش كي كنت في الحراك كنت تدعو رئيس الجمهوريلي ضرورة تجرى تحوير وزاري وحركة كبيرة على مستوى الولات ومزلتوا على نفس الموقع. مزلنا يا خيطة واع سامحني. نحن اه تمام وزارات بدون وزير. تمام وزارة والت البارح وزارة التخطيط والاقتصار باقل سمير ساعة. عندك ثلاثة وزارات في بيديو. عندك اكثر من ستة وسبعة ولايت. ما غير ولايات ما غير والي. عندك بعض المسؤولات ديبلوما سير برز ده شاغرة. وهذا كل يزمو يترمم وعلى اقل ويصير مع اقل لك ما يسيش تحوير وزارية. كبير. كبير ومعلى اقل يصير تحوير جزء. بش يعني اه تكون الخدمة اسهل حتى في الادارة وحتى في التعاملات وحتى يعني مكلف بمساير الوزارات واللي برشة. كنتوا عندكم بعض الاحترازات على بعض الوزرافية الحكومة كما زيه هو ملك زيه وزير الشؤونة الاجتماعية ويلي بن عروس ما زالت نفس الاحترازات ولا? والله هو كاني لقاء معهم وحكينا ووضحنا برشة امور. دي. ولي ما ليه? والقينهم يعني خاصة نسيد وزيج الاجتماعية يعني حكيت معاه بلقدة بلقدة. إنسان وطني ويملعهم من نقابي ويعني ومنع عائلة نقابية معروفة. ويعني وثم حتى بعض المغالطات اللي صارت في الوسط يعني آآ رفع اللبس. نحن الهناء يبقى مسألة التحوير الوزاري بالنسبة للوزارة الذومة اللي كنا نقضوا فيهم ولا الوالي. يعني مسؤولية خاصة لرئيس الجمهورية هو اللي معينهم هو اللي يقدر العمل الامتهم. خاطر اهنى ماناش مطلعين يعني على العمل الامتهم كما يعني الرئيس الجمهوريه اللي متطلع فيه. هل تعتبروا بانه؟ جستو مو عذكر رئيس هل تعتبروا انه قرار رئيس الجمهوريه اقالت السيدة نجلة بودن وتعين سيدة احمد الحرشاني كان قرار ساقب? والله آآ نوعا ما نشق ونحن طلبنا به قالت نجلة بودن. ما عليش. والله ثم اسباب نجلة ما نعلم عليها. اسباب نجلة ما نعلم عليها. هاي تريد دعو علي. ما يسيرش. كونه يعني هناك ضعف اداء هكومي ضعف تنسيق. آآ شفت حتى لو قتلي هي خرجت قالت لي مش مش نرفع الدعم تنجزت صناعة تقاطك ليش نرفع الدعم يعني يقولش يعني كل واحد يختم واحده. حب ما حاوز زود. صحيت. قدت خلوية ذاك مش خدمة. هدا هو انا نقدمت انا قلنا احنا مليش نطبل ولنا ننقده. لكن هذا ما يعنيش كي جاي يصير حاشيني ونحنا قلنا الراجل وقتها حبة تلعبت زادة ما خليش من نقبل نهر له لاني قلنا خلو الراجل يخدم هال ثلاثة على ربعة شهر. بعد قابلتوه اليوم سيدة احمد الحاشيني. لا ما قابلنيش متقابلنيش ما ما زلنا نحن بش نعملو طلب مقابلة باعتبار والتأمن عامة وخدمة وكل شي بش نتصلوه برئيس الحكومة بش نتصلوه برئيس البرلمين كيه حزب تواقعهم الذات. قلنا نرجعه لسيدة احمد حاشيني قلنا هو رجل يعني عنده خبرة دراية بالجانب المالي والجانب الاقتصادي باعتبار هو والبنك المركزي. لما لا يكون هو رجل المرحلة نستنى ونشوف يعني النتائج امتاع العمل امتاعهم بعد. ندخلو نثمنو ولا ننقدو. المنطق يقول انكم بسيفتكم هزبنا خمس او رجل نجويلي تطلبوا مقابلة رئيس الدولة. صاحب. ايه هو نحن ارى انا. لانه في مياه سيدة احمد الحاشيني معينو رئيس الدولة. اكيد. في تار تطبيق للسياسات العمل ورسومها رئيس الدولة. عش ما تمشوش طول للعين اللي هو رئيس الدولة. نحنا مش نعملو. هو يستقبلكم صيفتكم انتم. ما يعني الحاضنة الحزبية والسياسية. هزيم السياسي. 25 نجويلي. فما ما صعف الاتجاه هذا. ما 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 ثم كل اللقاءات وردة تو نحنا باعتباره اصبحنا عنا استاتي جيريديك يعني قانوني. ضوك ما نحقنا بش قبر الجمهورية. الوزراء. رئيس الحكومة. رئيس البرلمان. يعني ما ثماش يعني قيود في هذا الموضوع. نحنا مفتحيين وبش نطالبه. فما لقاءات صارت ولا لا. لا لا بش سير طوا عدا نحنا طوا مزن كعنا للحزب البارح. طوا بش سير مراسلات. طوا انت اعلنت على الحزب البارح وانا ندخل طوا لي صفحة ثمر بديد اللي هو كان محصول. عدا في خلاف. لا لا ينقل في كلام على لسان السيد نوفل سعيد يقول. لا لا لا. شكر خاص للسيد نوفل سعيد عقب هذا التوضيح لأحد قيادات حركة 25 جولي حيث اكد ان الرئيس والمسار ملك للشعب التونسي ولا يمكنه تحزيبه ولا علاقة للرئيس والدولة بحزب المدعو محمود بن مبروك. لا من قريب ولا من بعيد. فالرئيس لا يمثله اي حزب. ليست له نية لتشكيل اي حزب. لا الان ولا في المستقبل. انت تقول هنا سيد اللي هامل ددوينة. ما وراء البحارة. قلوا يجوا دخلتون فعمل السياسة. فلين. كنوا هو نوفل سعيد. من عارفوه شو. كنوا هو. شو سيفته في الدولة بشت قولي تقرع نوفل سعيد. اخير رئيس جمهوري نوفل سعيد ولا قيمة سعيد. ايه ديت خلويد. ايه انسان يكذب اكثر من نفس. يا هاري كله يكذب عليه. ومهابة تدوينة زعمة رئيس الجمهورية من صفحة موازلة صفحة الرسمية رئيس الجمهورية. صفحة رئيس الجمهورية. دي عبط فيها انشطة بتاع الرئيس. متخلنينهم ونعرفوهم. هذيك عبط عندها. هذي كل عركة على الحزب. هذي عركة عزيز الموقيادات باعتبار. حس اللي المجموعة بتاع المحامية اللي يخذوه. المشح. هما يعني بتصديد. حتى عبيد دخلوا معا خرجوا وراهم. دخلوا ويد. هانك نوفل سعيد يعني اللي على يختلهوا بالسياسة. وبعيد كل البوع تعال اضواء. يدخل يقهم في العبيد. ويدخل في الحزب. تسبب مشاكلنا اللي عملهمنا مع مالك الزي ايوم. هولا ناس امر بديد. برا. قلت هالك نبك نحبش نذكره ما نحبش حير له اسمه انا. لانو معني ايش نحن. او اذيك كنا عشرين ستاتيو يهبت. من قبل القليل اليوم ما احد الاذاعات السباح. قال لي شنو والحرب اللي صارت الهجمة اللي صارت عليكم. من اللي انتم اعلنتوا قلتوا عنا ندوة. والحرب اتحانت. هاو اكثر من ذاك. هاو يقاف محمود بن مبروك. هاو يقاف درشون. بربي على ذكر رئيس الجمهورية. ياخي بالحق رئيس الجمهورية كان وراء اطلاق صراحة محمود بن مبروك. والله الموضوع ذا ما انا اخذيت حقي بالقضاء وثمن القضاء يمزلت مرشور. ليه خاطر انتي صرحت قلت رئيس الجمهورية. انا عود نترجعولو الموضوع ونصرحو في كلية ندورو من ايدي اعذاء. عود نصرحو. يعني صرحت مرة وكاو. انت. يعني يعني هذا يعتبر انه رئيس الجمهورية اللي دائما ينفع. انا ما قل شي طوانا. انا. ما زلت نحكي على موضوع. ولا ينتدخل بالقضاء. لا مع لا لا المليء بهذا تدخل انا. بي. نوك اليوم هذا كل قلت عاركة على الحزب. عاركة على الحزب اعتبره مع هو راو ثيمر بديدة عنده حزب. عنده حزب. اسمه اللي يحكي. راو موت ناقف. الحزب اللي اسه هو واخته سجيعة بديدة. وش نعطيك لان تاريخ عندي انا. اسمه حزب حركت شبابوتين تونسي. متاسفين وتسعتاش. ابقى عامل حزب. وعمل حركة خمسة جويلة. باسم الحزب. ويقول لك رئيس تلتح حزب تلحزين. هاك انتي عامل حزب. هاك انتي مؤسس الحزب اذي. انتي امين عام انتي اخت. ايه مجيت فترة اخدمتو برشة مع بعثكم. خدمنا لكن لكن سمحني. احنا خدمنا لك انا برشة خلويس. وهو بعيد. لوك ما نجوش نخدم نتواصل مع امين عام مش موجود. عليش يقود فينا شخص من وراء البحار. اخي نعمل يعني في السياسة في تونس ومن وراء البحار. شخصية هولامية شخصية يعني يعني تقابلوا معاها. ما قلنا له واحدة التونس مجيش. نحنا ما تسميش مانع. ذي. الاحزاب يعني نحنا في سيح. هو روما ينومكو مش على مهمتان على سياسة انكم عاملتو حزب. من حقنا. لا لا مدام هو عبيدو عامل حزب. ايه هو. هو يقود في الميليات الكذبة. ايه مبلحديد بسم الرئيس. مصادرة خمسة وعشرين جويلة. احكيت شانا من الان امي اللي قعدت بسم الرئيس. قلتش يا رئيس قال لي اعمل ولا انا برا جد. اكثر انتي خذيت الرمزية متاع التاريخ هذي خمسة وعشرين جويلة صادرت هالي خاصة نفس. مش لي خاصة نفس. شوية. احتي بشوية. ما وش محمود بمبروك اه خمسة وعشرين جويلة. مشيت سجلتها في دفدر خانة واخذيت فهاتي تربلو. اوركو هو ملك لرئيس الدولة. رئيس دولة كل ما يطلع يقول قرار اتخذته بمفردي. وبيني وبين الله. وبيني وبين الله. يعني نحكو على عملية وحي نزلت على رئيس الدولة. خلت ويت تخذك القرارات هذيك. لانه لو فشي لها خمسة وعشرين جويلة. لات وجدت انتم اركم كلكم ربما تتسبو حتى بقية السعيد كيفاش عمل العامل هذيك. دونك الراجل تحمل مسؤوليته اللي لديتها. وكان يعرف انها سان كونت سان كونت. نجم تنجح نجم ما تنجحش. نجحت هالعمالية. بنا صيفة كيما جاءت تاو الخوانجية اول ما جاء. نكمل. جاءو الخوانجية صادروا الدين. قالوا احنا كل ما هو اللي هي انتمل للنهضة. فهو اما كافر او مسلم غير سوي. يلزم احنا نرجع ونعاود وندخلوها الاسلام ولول جديد. جاء نداء تونس. احتكر الوطنية. كل ما هو مش في النداء رو غير وطني وموالي لقوة اخرى. سيلوت. جوت خمسة وعجرين جويلة فهجة يطلع حزب يقول لك رو احنا خمسة وعجرين جويلة. يعني الموش في الهزب متاعكم ما ما هوش معا خمسة وعجرين جويلة. هكا انساء اللي طلعت وشطحت في الليل. وهو مشايخينهم عندهم حتى التسيط. خمفصر لك. خمفصر لك باش ما نغلطوش رأيي العام. تفضل. بل سامي اتخذ رئيس جمهورية قرار خمسة وعجرين في الوحدة وعشرين. نحنا حركنا الشارع. ونحنا موجودين وهذا ثابت ومدون في تدويناتنا وفي دعوتنا للشعب لانه وذي كتزاب انتم بعد بريود. وقتها ثم كورونا. وقت اللي اللي لعبات باش تموت في جويلة انا اذكرها. وقتها النواب السابقين تع المجلس المنحل يلموا في المكينات بتاع الاكسجين في كراهبهم. والشعب قاعد يموت ما جابوش لدولة لا تلقيه. نحنا وقتها تحركنا. بل مسير اجرائية خمسة وعشرين جويلة. واحد. اثنين صحيح رئيس جمهورية نهار خمسة وعشرين جويلة اخذها القرار اذاك التاريخ. ثلاث. نحنا ما دينا قابلنا معاه. يعني لذبحان. نقولوا احنا نحنا نحنا بدينا معاه من الول وقت اللي كنا. الناس كل تنقود فينا. ويقولون لنا انتم ما تتبعوا في قائل السعيدة. ثلاثة شهور بيش ترجع المنظومة السابق. ستة شهور بيش ترجع المنظومة السابق. هرا بيش ترجع النهض. بيش ترجع فليس. هرا انا مدعمي من الدولة الفرنية. مدعو هذا عشنا هنا احنا. نحنا كنا دي ليدور رئيسنا معاه في مسارة خمسة وعشرين جويلة. وراني انا مسار خمسة وعشرين. ماناش بفكوا هذك ملك الشعب يبقى دي ملك شعب. وذي مجال. الحزبة ذي انا دي ما عشو اقول لك. راني انا حبيت تنظم حاجة في ايطار القانون. ماناش حبينا نفكوا باتين ده ولا نفكوا حاجة. بل عكس احنا مشاركين فيه الباتين ده دي. انا مؤسسين في مسارة خمسة وعشرين جويلة. لكن انا حب نتنظم في ايطار القانون. علش انا يا اخويا قاعد عيش فيه كانت منظومة بتاع غلايين وزع وفكة بتاع زعامات وامور يعني في الفايسبوك وغير منظمة انا فراني فكيت الجهاز التنظيمي حبيت النظم. لكن المجال مفتوح لكل ساني قدت نقرب جمعية جمعية عكورة. مرح بيه بالنسي كل. هذا الفرق بينه وبين الاحزاب الانتهازية. عندكم اطلاع على اخر مستجدات الصلحة الجزائي في علاقة طبعا برجال العمال اللي كنت تحكي عليهم وقلت بانهم بش يتنظموا تحت جمعية وبش يكونوا دعمين لحزب مسار خمسة وعشرين جميلة. صلحة جزائي مينو صلحة. انا نعتقد حاسب رأي. اه صلحة جزائي فيه نوع من التعثر. تعثر يعني باعتبار اه رئيس جمهورية مركز برشة صلحة جزائية وحق وباعتبار عندما ينجم يدر على الدولة اه قلو برشة فلوس. اه? لكن هناك يعني تعقيدات وصعوبات ادارية. يعني حسما لاحظنا حتى كقراب نحنا للميدان يعني القضاء والمحامية وغيرها. اما يعني تعقيدات طبع يعني هذة هو اللي يخلي المسار يمشي يقول اهنا اه بطي طعا مسار مسار خمسة وعلى الجزائي. ما هوش بقاعد يمشي بالنجاعة والفاعلية اللي يزم يشي بها باعتبار يعني اه ثم اه امور صلحة مع اليدارات. هو اللي عادت ونرجع ونقول لك اكل بوريق رطية المميتة. اكل القوانين البالي زمها تتبغى تتغير. صحيح المرسوم جريء ورائد متاع بصرحة الجزائية لكن باش تتضم بواقع. هو ايدارة والادارة تونسيين تتعرفها. عندها نرمال يعني لجنة في لجنة وصرح في صرح وحكاية في حكاية تقلوها تخلط في العام لول عام مثل هذة هو التعتيرات. الرجال اللي عمال لي معاكم مش معانيين بصرحة الجزائية سمح. ثماني معانيين وثماني مش معانيين. الناس معانيين. ومقدمين ثماني سم قدمة مثلا. ثماني ليه يقول لك انا اخويا وفرني مناخ تاع استثمار. جزتمو هل انو مناخ لستثمار هذة طلباتنا نحن. هذة هذة الدور انت يعني نحن باش نضغطوا على البرنامين وعالحكومة وقلوا وفر مناخ لستثمار. نقح المجلنات على استثمار. نحيني يملوه تحبيس الاموات. هو اللي عجبني في قانون المالية السنين. اه. كونه اه الاموال محبسة عند بلوك الخاصة يقولوا. ما كتعرف ايش ساعد في تونس بوكسونترا اللي يخرج ولا واحده مستقل. يسلف المولوك الخاصة. المولوك الخاصة في الدولة. نجيب الفلوس المحبسة في البلوك الخاصة. قال لك اه الدولة عند الحق تجبتهم يبقى وبتبيع لذمة اصحابهم. المسادرة هيكم. المسادرة. المسادرة بيحكيموها. ايه هده هو. المحبسة نقولوا احنا يعني فيها قرارات قضائية اه من تورس ولا من بره. يقع استغلال عليش موجمدة اللي فيت بلوك. انا وصل البلوك تاعش تعمل. كيجي رجل عميدة يحط فلوس في بنك. البنك هده مش تفيل الدعوة انت تعمل له حكاية. في ما ما يفيد طبيعي في قضية في طبيعي الاموال باش تقعدك فلوس عدها تخدم بها هي. سيجراء. هنا نحكو خاصة على الاموال اللي تم معلها الاستجلافة بالليبي بعد شقوط القديم. اه هده شعملو. كيفاش تراهتي الملفة ذا. اخوية ملفة حارخ يزم يتحل ملفة ذا. يعني حتى في موكسونترا نحبو الاموال المودعة والمجمدة. سيب الفلوس بيتون حينا بلغة الان الكيادة ومساس. سيبتش نوه رجحهم المالية ولا تخدم بهم الدولة كيما تم تضوينه في قدو المالية. خنم حبي يخدم بهم لهنا. انتي لا سيبتم للدولة. ولا سيبتم بهم مالية. مش عام بيخدتم بوكسونترا تخدم بهم مي. سلب بهم في المنوك. ليه هذا شيء واقع. اسمعني. النقوة الفلوس اللي حكيته انا كل عالبوكسونترا. شو بمعن. واللي حكيته انا كل لجل تحليل مالي. واللي حكيته انا على القروض يعني اتقاطتها بدون الزمانات. الكل مقف عليها من رئيس الجمهورية ومشي وتبعها. لانه يتبع فينا دوية مصر 25 جولية. ومشي والقال كلاب تيانا صحيح. وذيك عليش صارت يعني الملفات تتفتحت مؤخرا في البيانا وغيرها. وذيك يا رو عينا البيانا. يعني الاف المليارات. اعطي السيلوت فيها. اعطي سيفلين خطروا ساحبي. خطرين عليك برا وناخد كوميسيونترا. وانتي باش تاخد خمسة مئة تلف يطلب عليك. كان نزم حشت وفاية لديك. برا يطلبوا عليك. وانتي باش تطلبوا عليك. وانتي ماش يتلوج على القروض. هذيك عليش طالبوه. طالبو الدولة. معاش تاخذوا قروض يزي. يزي. متغرقوا الدولة. ها الفلوس عندك في البنوك. بحبسة رجحهم مماليهم. اخدم بيهم انتي كدولة. استنفع بهم المواطن. خلي رجال الاعمال ليستنفع بها راحية. راو يزم تظهر كون المنظومة دية ماش تظهر في رجال الاعمال. يعني يبثقوش عليها المنظومة دية. تظهر في رجال ليه بالعكس. المنظومة دية را يمد يداه لجال اعمال في داخل الخرج. هذي راو يزم يضاح لرأي العام. لانه عندك زي ما متنسيش. لو بي اعلامي يعني يخرج في حاجات في مغالطات. لو بي اعلامي وين? تونسي. ملاوين. ملا وانا مدعوم عدم نشكون هذا. يلا يسوفوا. انوضحوا حاجة. راه الاموال اللي بيه لم جمدة. راهي بقرار اممي. هناش قلنا نحن. مهوش بقرار تونسي. هناش قلنا حتى فقلو مليش قلو مليفين ونبعوشين. قلوك القرارات القضائي التونسية والاجنابية. اي. بقرار اممي شنوه. اي. هده هو قرار من امم التحدى من المحكمة الدولية من اه قرار قضائي من دولة من سويس. رقم يتم رفعها. ما يتم رفعها. كان بيه قرار اممي. فيهمك. فيهم. ايش ساير في تونس. بتخدم بيهم البنوك الخاصة ذوك. هانو بتخدم بيهم. الفيت نفسها. ودخف الابيني في اسمانها. معلومة هيدي. طيب بش يتدخوا في ميزانية الدولة. يتخمزي الدولة ويبقى المنطان المعين مثلا باسم سيروت في العماري. نهارت لي التحلم مش كنتو. فلوسو على ذمتو. بانسير. هم القاعدين ازعم 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 محبسي. علش ما يتخدم بيهم الدولة وفيت المسحة. وفلوسو بيوز قرار الفيتو. ولا فيت غيرو. باش يمشيوا. اذا كان هذين تعارض مع القانون الدولي تولي حاجة ايجابية. ما يتعارضش. ما يتعارضش. ما يتعارضش. هذا بشيخ عمو ناقشته ومستنوير. هاو القانون وتعد. ما اقترح القانون. موجود في قانون المالية يرى. حكيت عليه هنا. قريتو دلقوا مشروع قانون المالية في نقطة اذية. اذا كان مشروع بدي دوره. مش دوري انا وانتي. شوفوا يتعارضوا ما يتعارضش. كنت اسمح لي بعد اذن ضيفنا. فرح معناها صارت اه سيد فاضل عبد الكافي رئيس هزب افاق قدم استقالته من عضوية الهزب ومن رئاسة الهزب. اعتقالي انه معناها في نهاية يبقى حدث كان ممكن ان نتوقف عنده. لانه فاضل عبد الكافي يعني من ذلك يلتحق بافاق تونس وترأسه لمدة تقريبا سنتين. وكانت له معناها تدخلات في المشاهل الاصلاح الاقتصادي والمالي في تونس. وعلي فاعب بعبارة بجرة قلم يمكن نقل البلاد من حال الى حال. وحتى اسم الرجل في عملية صبر العراء. اكد انه يحظى بنص رصيد منطقة التونسة. تعت الاستقالة بسفة مفاجئة جدا. وربما من المفارقات انه في اليوم اللي يعني فيه سيد فاضل عبد الكافي عن استقالته من هذا الحزب. واستقالته يتحدث على انه الحزاب ما عادش عندها ثور كبير ومؤثر. نشهد ميلاد حزب جديد اللي هو حزبت معناها ما صار 25 جويلية. الاخبار اللي تتسارى بمكاولية سخوة ربما فاضل عبد كافي يفكر في دخول انتخابات الرئاسية بشكل مونفارد يعني دون اسناد حزبي رسمي. حابنا نعطيه المعلومة هذه يعني من باب الواجب يعني الاعلامي باش نذكره بهكذا حداثة اللي صار رحلة اكثر ولا قدر. هذا هو انا اذا كان سيد فاضل عبد كافي استقال يعني بالحزب بتصور هناك عنده اسباب ومنتصورش يعني مشي استقال يعني بصورة مفاجأة. بتصوره لعله ثماش خلاف في الهيئة بين اعضاء المكتب السياسي والا هو ارتقاء حب يعني. انت عطيت معلومة لطفية. عطيت معلومة طرح. ترشه معلومة ولا. هذا ما يتتردد معيش خطر معلومة. كان هو. ننتظره الموقف الرسمي انه هو. هو ربما اعرف شوف احنا نربطه هذا بهذا. احنا رئيس الدولة قائل السعي تقدم انتخابة الرئاسية دون ان يكون في حزب. ونجح في معناها بيادة اه عداد قياسية يعني في رقم قياسي. اليوم مشاول مرة يعني اقبل فال اللعب الكافي شوفنا استقالة مفاجأة السيد غازي الشواشي من على رأس حزب. معناها الطيار الديمقراطي. وبالتالي اصبحنا انتحدثوا تقريبا على ظهر المشهد السياسي التونسي اللي الاحزاب بدأت تختفي معناها طريقة الفرصة لمبادرات الفردية. هذا يعطينا فكرة على ملامح المشهد الانتخابي الرئاسي القادم. هل ستخوضوا احزاب ام سيخوض على شكل هكا القيادات الفردية. سيدوت في الانتخابات على الفرد في حداتها تضعف نوعا ما الحزب انا مش هانتخابات على القوية. دي ما انتخابات على القوية تقوي الحزاب لانك يطلع ايضا معينا في برنامين تكون تكسح البرنامين تكون هي الحزب المهيم معاك في المنطقة ذا. ما ما نرجع ونقول لك لكن ما تنجمش تلغي زيتها كمبليتما الحزاب ماشا تسيش. ولكن اليوم عنا مترشح الانتخابة الرئاسية في الحبس عبير موسي مثلا. جملة الملاحظة. عنات على ترشح. اليوم عنا صديقنا اللي هو من مصار 25 جوليا وبالتالي ينتمي لسردية سيد الرئيس اللي مفروض معادل الاحزاب. ايه. يتحدث اليوم على على ضرورة وجود الاحزاب. في حين ان خصوم الرئيس غازي الشواشي مثلا فاضل عبد الكافي اللي ينتقدوا الرئيس في رفضه للوسائط بما فعل احزاب هم بيدهم يتخلاوا على الاحزاب امتاحهم. هذي المفارقة اللي قاعد يعيش فاهم. يوم ما كيتخلاوا الاحزاب ارا مش خاطر ارا فكرة الاحزاب. هما تخلاوا لانا مشاكل داخل الاحزاب امتاحهم. مشاكل متاع زعامات. عندما يعني خصومات سياسية داخل الحزاب ليه ما عنوش عليها. يقعد يقوم يقول لك انا نستطقق. ربما ينطبق في الطيار. ربما استقالة في افاق. ربما استقالة في افاق قداش يوزن. ما يوزنش روافاق. ما يوزنش صراحة ما يوزنش. كنقول. استنى يا لطف. استنى استنى لا لا. ممكن تقول استقال من الحزب فضل عبد الكافي. شنو الفرق بانو يترشح على افاق ولا يترشح توه كمستقل. ما فهمتش معناها شو الفرق شو ينجم يضيف. شبش يضيف لو افاق. يعني الناس الكل هولا انتخابات سيبينتوس يخدوا 24. يعني ما استقالش قبل خمسة سنين من الانتخابات. كيترشح على الحزب شي. انو انا كباش نوازا صوت له انا التونسي العادي نحس له كاني نصوت الحزب. وهذا اصبح ربما عليها اكثر من نقات التفاهم عند التونسي العادي. اني نصوت الشخص كقناعات كفكر ككفاءة ولي مسألة اخرى. وبالتالي يوسع فالنطاق لانو الحزب يخنق المرشحة. ثم مناش تحدثوا على حزب ذو قاعدة جماهيرية كبيرة. كما عامل عبدالرموسي في حزبها. لهذا حزب قادمة حزب نخبة وبتعبها معناها كول بلان وكذا. دونك يقول لك. ولا لي معناها ابستاكل لفاق تونس اكثر منو انو غدو بشي عاولي. من جهة اخرى ايه قاناة فادر عبدالكافي ربما حسب عملية وتولى صبر الاراء انو شعبيته هو تفوق شعبية الحزب نتاعو. من هنا اختار انو يخرج وفوض المغامرة بشكل فارد. بقس له مش شعب ايام تاعو بس بالعكس تفايع يعني في انو انسهر في هذا الحزب عاش تسمع. نجمي كونزي ذاكرا هاسية ربما لا تفايع. ساميتا. ساميتا. تعرف الرجل وطموه. انا عملت عاركة البيرة حينا وفيش كوننا تناقش وقتلوا ممكن يخمم في الترجح قليل كيفيش تقول هاك كمان. يش ممكن. حسي لوي تنسي. كرني حتيت اختار عليها. الحكاية. ما زوز احزاب الكبرى ما لها في الحبس. شنو يبرايين? زوز احزاب الكبرى ما لها في الحبس الكل. تحكي على النهضة والدستورية الحر. هاي تابعا. قد يؤثر ذلك في الانتخابات القادر. شنية المساوات. شفنا هالقدرة الاحزاب دي. ويني هالاحزاب الكبرى ها? ويني هالاحزاب تعتبر حزب كبير انتي. بس يودي. النهضة اللي تشري في العباد بالفلوس. كي نحولهم الفلوس معاش تققى حد ما قاعدة ما لمنوكش خمسين واحد. والدستوري الحر بي. ويني هاتوا تشوفوا الدستوري الحر ومش يمشي. الانتهازية اللي فيه برش عباد فيه في ايه. خليها مشي. مالوقت مشي تخليها على رئيس الحزب. دستوري الحر زعيمته في الحزب. هو في المعارض. ويخرج فيه في الحبس. ويخرج فيه مسيرات شفناها بالاليف عباد جاية من الخارش. وانتو ما رئيسكم في السلطة. وما نجمتوش تخرجوا ميتين واحد باش ايه. ما عمليش مسيرة لا. هي خاطر ما تنجموش. رئيس قال. عاملونها مسيرة سيدي بالفين. اجي لحد ده. قال ما اوش ما جال المسيرات. كيف احنا. ليه قالوا خرجوا للشرع على الرئيس. خرجت الناس كل مساديك اللي تشوفها كلها مساديك اللي تشوفها كلها مساديك. دو هاتوا بعض الاحزاب اللي قاعدة تقدم في مقترحات مهمة للرئيس الجمهورية مثلا الجمهورية الثالثة متاع الفلحامت. هاي اقترحت على الرئيس باش يحل الباب للوجوء متاع. نقبلو زو زملين فلسطيني ونقحوا قانون المال وظيفة العمومية وندمجوهم في الوظيفة العمومية ونقحوا قانون التبني ونتبنيهم هاي بعض المقترحات. هي ماليا هي تقترح على روحها وتقدم طلباتها على روحها. جيب زملين فلسطيني شوية تبار جيب على خمسة. عليها ان انا عمضي عرض السلطان مش تولي تونس نحنا مساندين لو كان جيت فلسطين. مش نبطوز زيرا استقلت ما كان عام اذي انا دي ما نقول لانه خينات بتاع ان القيادات المتبعة هو اللي خلا فلسطين ما استقلتش. او نحنا مش بنحلول البلد دي نفكوها من الافارقة نجيبو فلسطين بعد نجيبو جمعها من مجر ولا قد نجيبو مش هداية الحلول قولها دي هي حلول اولمية كل مرة طلعتنا بتلعة. مش هداية نحن نحن نحبو حلول واقعية وتقدم طلبة البرلمان هيش بداخل رئيس جمهورية. ازوان اخير كامين عام حزب سياسي التووليتي محمود بن مبروك. هل تعتزم الترشح للانتخابة الرئاسية القادمة? نا. عليه? نحن صرحنا كما صرحنا بير احنا احنا المرشحة التانية كام بتصير انتخابة الرئاسية هو حاليا الاستاذ قيس عندي. عنيش بديل? وليس اي بديل? للشعب تنسيغي القيس عيد. ترشحش قيس عيد ترشح انتي. لا مترشحش انا. هذك قرار الشعب. الشعب يرشح اللي يحب علي. مش شعب يرشح. نحكو عاكو مرشح هزب. الحزب وقتها في ايطار يعني العمل بتاعه الديموقراطي. قولي قرش كوني ترشح. مش بشرط هي امين عام حزب يكون هو ورا ومرشح للرئاسية. واضح جزيلا شكرا لكم سيد محمود بن مبروكة. مين عام?